ترتفع عداد المعتقلين في السجون بشكل دائم وبتهم مختلفة حيث يتم اعتقال المواطنين وإداعهم في السجون من غير محاكمة وبدون تهم أصلا لتنتزع اعترافاتهم بالقوة وتحت التعذيب من قبل المحققين الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية نيرجي قالت في تحقيق لها ان هناك اكثر من 300 الف معتقل بريء اودع السجون في العراق ما بين عامي 2014 و2016 معظمهم من المكون السني تحقيق الشبكة الذي استند الى مصادر في القضاء اظهر ارقاما كبيرة لاعداد من تم القبض عليهم خلال السنوات الماضية وهم ابرياء الا انهم لا يطلق سراحهم الا بعد ان يقضوا فترة في سجون وزارة الداخلية والسجون الاخرى ليقتصر اطلاق سراحهم على دفعهم امولا طائلة فيما ينتظر من لا يستطيعون تحمل مصاريف الرشا مصيرا مجهولا ربما يصل الى الاعدام اعداد السجناء الابرياء تكشف وجود مشكلة حقيقية في النظام الامني والتحقيقي في العراق بحسب خبراء حيث تنفذ القوات الحكومية الاف الاعتقالات العشوائية بحجة مواجهة اعمال العنف التي تشهدها البلاد الاحصاءات المذكورة لم تشمل الاعتقالات في السجون التابعة لميليشيا الحجدة حيث قامت ميليشيا حزب الله باعتقال ثلاثة الاف شخص من سكان الانبار على مراحل منذ انطلاق العملية العسكرية لاستعالة مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم الدولة لا يزال مصيرهم مجهولا ولم تتوقف عمليات الاعتقال عند تهم الارهاب فحسب بل وصلت لحالات تشابه الاسماء وعمليات الاعتقال الخاطئة حيث شهدت البلاد مئات الحالات من الاعتقال لاشخاص على انهم مطلوبون للقضاء ليتبين ان قوات الامن اعتقلت الشخص الخطأ اما الاعتقالات العشوائية فكان لها نصيب كبير من اعداد المعتقلين التي لم تكن تحصل عبر المدهمات المفاجئة فحسب بل تتجاوزها الى معلومات ترد اليها من قبل ما يعرف بالمخبر السري يتم على اثرها اعتقالهم لفترات طويلة وهم ابرياء اشتركوا في القناة